يعني اليوم تمت القراءة الثانية للتعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس النواب وكانت هناك نقاط مهمة وتعديلات مهمة من أهم هذه التعديلات التي سيجري التصويت عليها إن شاء الله في الجلسة المقبلة هو إعادة العدوى الفرز يدويا بإشراف الأمم المتحدة وأيضا وكلاء الكيانات السياسية وأيضا انتداب تسع قضات في بدل أعضاء المفوضية وأيضا سيكون هناك من ضمن هذا المقترح هو إلغاء أصوات النازحين والتصويت المشروط والحركة السكانية بالرغم من أنه اليوم حصل تهميش كبير وهضم لحقوق النازحين ومع الأسف محافظة نينة وأكبر محافظة حصلت فيها عملية تزوير وكان هناك ترهيب وكان هناك ضغط على بالنسبة للنازحين وحتى المواطنين المتواجدين كانت هناك جهات وكتل سياسية وحتى مع الأسف من القوات الأمنية تجبر المواطنين وتجبر النازحين على التصويت لجهة سياسية معينة أو لكتلة معينة وتزوير وتلاعب كبير جدا وهناك فشل في عمل الأجهزة الألكترونية وهذا التلاعب مع الأسف سيضيف مأساة كبيرة لأهالي محافظة نينة والذين صوتوا لشخصيات هي تمثلهم وأردنا أن يكون هناك عملية ديمقراطية والسياسية واليوم مع الأسف نينة ولديها كارثة أخرى وهي عملية الانتخابات والتزوير والتلاعب الذي حصل في أصوات النازحين وحتى المعتقلين اليوم الذين موجودين في محافظة نينة وكان هناك إجبار لـ 13 ألف معتقل بانتخابهم لجهة سياسية معينة وكتلة سياسية معينة بحيد ذاتها وهذا مصادر لحق المواطن في اختيار الشخصية التي يختارها لذلك اليوم عندما أردنا أن نعدل على هذا القانون هو من أجل أن نكشف عمليات التلاعب والتزوير وكشف المزورين والمرشحين الذين على الأسف حصلوا على أصوات هي ليس من استحقاقهم